بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الجميعين اليوم الأحد الثامن والعشرين من ذي القعداء الموافق للتاسع عشر من هزيران سوف نقوم بمرجاء سورة القلم إن شاء الله مبدئيا ثم يحق يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يصرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدير فيدحنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاين بالميم إن كان ذا ما لهم هماز عيد مرتد أثيم أطل بعد ذلك تنيم إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال ساطير الأولين سنسمه على الخرطوم نعم يلا سنسمه على الخرطوم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا إذا أقسموا ليصروا إنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتناجعوا المصبحين أن أردوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطرقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين فلما رأوها قالوا إن لضالون بل نحن وحرومون قال أوسط ألغم أقول لكم نولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين كذلك فقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين كذلك عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون كذلك العذاب كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين 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 عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك ضعين أم لهم شركوا فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقهم ويدعون إلى السجور وهم فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجور وهم سالمون كذلك ومن يكذب بهذا الحديث سنستجرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إن هذا وهو مكذوم وإذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذمون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليصدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإيكاد الذين كفروا ليصدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا وإن يكاد الذين كفروا ليصدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليصدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا يخلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين جيد إذا قفت عنده لمجنون معلش هي قل وإيكاد بدون ما تنفسك عالية وإيكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وإيكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين جيد يلا الآن سورة الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قوية فهل ترى لهم من باقية نعم وجاء فرعون وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطية فعظوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغلنا وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية كلا لا وتعيها أذن واعية فإذا فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتها دكة واحدة وجاء لا فيومئذ عيد وجاء فرعون يلا عيد وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغل ما أحملناكم لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخ في الصور نفخ في الصور نفخ في الصور نفخ في الجارية إنه يومئذ وقعت الواقعة وإنشقت السماء فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية يلا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية نعم فأما يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوثي كتابه بيمينه فيقولها أمقرأه كتابي إني ظننت أني ملاقا حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية درق كطوفها دانية كنوا واشربوا بما أسلفتم كنوا واشربوا هنيئا يلا كنوا واشربوا هنيئا كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما وعما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حساب ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القادية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوا فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إلا الخاطرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه كان لا يؤمن إنه لقول إنه لقول عسول كعيب وما هو بقول شاع قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاه قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوطين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للعام التقين وإنه لنعلم وإنه لنعلم وإن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين وجاء سرعون ومن قبله والمؤتفكات بالقاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لحق اليقين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ بالصول نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا تككت واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السنة 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 فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء ويحمر عشر ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تقفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أمي قرأوا كتابي إني ظنات أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتيك فأما من أوتيك تجيب من أوتيك كل شيء عاملين بالدنيا مكشوف لا تخفى منكم خافيا إذا شغل تخبيها من تخبى فأما من أوتيك تخبي مني إذا أسعى شغل تسر لا أحد أشاهد أغير الله عز وجل بابا ميح يقبلنا يقبلنا كل ما يخرج يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول يا ليك فأقول ها أمخراه كتابيا ك أنك عادتسر إلى الحصول يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا يومئذ تعرضون لا تخفى وإذا تش lobby يتشضر أيضا يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أتي كتابه بيمينه هذا القرآن للفهم يجب أن نفهمه يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أم أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها جانية كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية نعم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا كهلك أمني سلطانيا خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم هاهنا حميم ماذا تقول لك؟ أنا أتسمى عليك أنا كنت تعلمني فليس له اليوم هاهنا حميم نعم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون أنا أخبرتني ما تحدث بالكافر فلا أقصموا بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول خبرتني ما تحدث بالكافر وكافر قالتني ولم أخذ كتابي خبرتني فلا أقصموا بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم يعني هذا كلام السكنية صحيح كلام النبي ما شيء؟ فلا يأكله إلا الخاطئون فلا أقصموا بما تبصرون عيدا لا يأكله إلا الخاطئون عيدا لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقصم بما تبصرون لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقصم بما تبصرون لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقصم بما تبصرون لا يأكله إلا الخاطئون العيد asked مرة أحده فلا يأكله فلا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون عادي لا يأكله إلا الخاطئون هلأ موضوع الثاني فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون عيدة أول أخرى لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون عيدة لحالك يلا مع المدها لا يأكله إلا الخاطئون فدعني فلا أقسم بما تبصرون لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون لا يأكله إلا الخاطئون فلا أخصم بما تبصرون وما لا تبصرون لا يأكله إلا الخاطئون فلا أخصم بما تبصرون لا يأكله إلا الخاطئون صح؟ لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون اكسره بيضة تتعبجات بيضة لا يأكله إلا الخاطئون فلا أخصم بما تبصرون وما لا تبصرون عيدة مرتين تلالي بشها محمد بن الله أنا لزقهم مع بعض هل أخذنا فاسره يا رجل أيهاك لا يأكله إلا الخاطئون يعني أحدك زعلان لا يأكله إلا الخاطئون فلا أخصم بما تبصرون لا يأكله إلا الخاطئون أخمر لا يأكله إلا الخاطئون فلا أخصم بما تبصرون وما لا تبصرون أخمره أخمره لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون فلا أخصم بما تبصرون ضيب يا رجل وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون شاعر 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 بحكي شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنجيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لا بل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن يكادرين وإنه لتذكرة للعالمين للمتقين وإنه لحسرة على الكافرين وإن لنعلم أنكم مكذبين وإن لنعلم أن منكم ضل مع ثلاث دقائق اسمع ضل مع ثلاث دقائق عوذ بالنشط الرجيم يلا عوذ بالنشط الرجيم اشرب مي нуться قال bi salem عوذ بالنشط الرجيم والله ولو تقول علينا بعض الأقاوين يا رج trap يلا ولو تقول علينا بعض الأقاوين لآخذنا منه باليمين يلا ولو تقول علينا اشغال يلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين يلا فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين يلا فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح بسر ربك العظيم مرة أخرى يا الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لنعلم فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين يلا فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لنعلم أنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين ما هذا ؟ فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين يالله بل اشتغل الله فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لنعلم أنه لهم مكذبين خطأ 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 وإنه لتذكرة للمتقين خطأ 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 خطأ